طلاب العربية، طالبات العربية، أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى في المنحة درسنا اليوم عن الفعل المهموز تذكروا، تحدثنا عن الفعل الصحيح وقلنا إنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام صحيح سالم، صحيح مضعف، وصحيح مهموز فاليوم سنركز على المهموز الفعل المهموز هو محتوى على همزة في جذري لذلك المهموز يوجد حمزة في جذري إذاً في المهموز، في المهموز، في المهموز أو في المهموز مثال أخذ، تظهر حمزة في المهموز سائم، في المهموز، ناشأ، في المهموز كيف تحديد المهموز؟ لأنها مختلفة جداً أولاً تصريفه مع أنا في المضارع لأنها محددت من المهموزة في المهموزة، في المهموزة يوجد مختلفة في المهموزة في المهموزة أخذة 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 تسأثم هذه المهموزة، تح passo آمن، يؤمن، يومن، يومن، sometimes even that Hamza is actually dropped. So you can hear also يومن وإيمان. There are a few changes that are occurring here. The second thing to consider is سقوط الهمزة في فعل رأى وأرى في المضارة So somehow the verb رأى cannot be used as a measure for any other verb. لا يقاس عليه في العربية So notice رأى يرى So the Hamza disappeared. أرى يري meaning to show somebody. Then once again in المضارة the Hamza dropped. ملاحظة لا يقاس على فعل رأى Let's not use رأى as an example or a measure for conjugating. Third, الأمر. And why الأمر? Because الأمر often requires the use of an extra Hamza in the beginning. So that creates a bit of an issue for us. So الأمر من مهموز الفعل. When the verb has a Hamza in the beginning of its root, this creates a problem. So أخذا becomes خذ. So we did without the Hamza completely. أكل كل أمر مر. وملاحظة أخرى تسقط الهمزة في الأمر في أول الكلام. أما في وسطه فيصح الوجهان يعني You can actually see that the Hamza is dropped in the imperative when you're in the beginning of a statement or an expression. But when you're in the middle, you can actually use either and it would be correct. So the example is وَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِيَ أو وَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِيَ And either one of them, because of the WOW, you can say وَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِيَ And it's acceptable. شكرا جزيلا على اهتمامكم. وإلى اللقاء قريب إن شاء الله.